اشتركوا في القناة مباراة المقرر اقامتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل الساعة 8 بتوقيت القاهرة انتهى الاهلي من المشوار الافريقي بالامس بعد تصدر المجموعة اسر الفوز الايجابي على ينجي افريكانز التنزاني بهدف مقابل لشيء ليتصدر الاهلي مجموعة ويتأهل الى الدور ربع النهائي لدور ابطال افريقيا اسبوع حاسم في الترتيبات والاستعدادات لمباراة الزمالك خاصة انها مباراة بطولة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك باذن الله يوم الجمعة المقبل حالة النهاردة فاكرة وليس كتيرة هنتكلم عن الارقام القياسية التي تحققت بعد فوز الاهلي بالامس هنتكلم عن الاندية التي من الممكن ان تواجه الاهلي في الدور المقبل خاصة بعد ما تأكد رسميا ان الاهلي في صدارة المجموعة الرابعة وممولدي سانداونزي في صدارة المجموعة الاولى واسك ميموزا الافواري في صدارة المجموعة التانية أعتقد أصبحت الترشحات بتقترب بنسبة كبيرة أن الفرق التي من الممكن أن يواجهها الأهلي قد تكون سيمبا أو الوداد أو بغض النظر كمان ممكن يكون مازنبي الكنغولي هننتظر باقي المباريات في ظل النهاردة كمان مجموعة الثالثة لسه مبارياتها ونتائجها لم تحصم هل الترج سيتصدر هامبترو أتليتكو سيتصدر كل الحسابات دي بالتأكيد هنتكلم عليه كمان هنتكلم على تدريبات الأهلي النهاردة كان استئناف التدريبات وبكرة يكون في راحة سلبية وآخر خبر وأهم خبر من هو حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك آخر المستجدات أبرز الكواليس والتفاصيل في ظل اجتماعات تمت على مدار الثمانية واربعين ساعة الماضية واليوم في اتحاد القرى أيضا هناك اجتماعات تجرى في هذه اللحظات حلقة فيها الكواليس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة أروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي أمام يانجي أفريكانز وتأهلوا كمتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتبدي أراءكم في تصدر الأهلي وأداءه أمام يانجي أفريكانز من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من مشاركات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن نروح لأهم العنوي البداية في تريند الأهلي بدون راحة الأهلي يبدأ الاستعداد لنهاء كأس مصر وكمان الشناوي يواصل التأهيل على هامش التدريبات وأخيرا مدرب الأحمال الجديد للمنتخب يصل القاهرة خلال الإسبوع الجاري نروح لاستعرض مباراة اليوم النهاردة السبت الممتاز نستعد كده عندنا مجموعة من المباراة الهمة محلية وإفريقية وأوروبية خاصة في الدوريات الخامس الكبرى البداية بالدور المصري والنهاردة الساعة سبعة الإسماعيلي على ملعبه هيصديف فريق بلدية المحلة المباراة بدون جمهور نروح لمباراة دوري أبطال إفريقيا ومنذ قليل انتهت مباراة الجولة السابسة في المجموعة الأولى بتقدم وفوز سانداونز على مازنبي بهدف مقابل لاشيه وبالتالي تصدر سانداونز لمجموعته الأولى بيرامدز تعادل إيجابيا على أرضه في ستاة 30 يونيو 22 وبالتالي أصبح نوازيب الموريتاني في المركز الثالث وبرامدز في المركز الرابع الساعة ستة في مباراتين سيمبا مع جالكسي والوداد مع أسيك بيموزا الساعة تسعة في مباراتين الترجي والهلال لقاء فاصل وبترو أتلتكو مع النجم الساحلي نروح للدور الإنجليزي وفي هذه الأثناء مبارات القمة قمة مبارات البريمير ليج ساعة خمسة بيرينت فوردي بيصديف تشيلسي إيبرتون بيصديف وستهام يونيتد فولهام بيصديف برايتون نيو كاسل يونيتد بيصديف ويلفر هامبتون نوتينجهام فورست بيصديف ليفربول توتنهام بيصديف كريستال بلس والساعة سبعة ونصف لوتون تاون هيصديف أستون فيلا نروح للدور الإسباني ومنذ قليل انتهت مباراة شبيلية مع ريال سوسيداد بفوز شبيلية 3-2 ساعة خمسة أوروبا رايو فاليكانو مع قادش والساعة سبعة ونصف ختافي مع لاس بالماس وفي العاشرة في السارة فالينسيا الصديف ريال مادري الدور الإيطالي وفي مباراة قيمة اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين أودونيزي مع سرينتانا وفي الساعة السابعة موينزا هيصديف روما وفي العاشرة إلا روبا تورينو هيصديف فورنتينا نروح للدور الفرنسي وفي الساعة السادسة ستاد ريمس هيصديف فاليل وفي العاشرة كليرمونت فورد 63 هيصديف مارسليا دي أبرز مباريات اليوم يوم ممتع يوم السبت ده بيبقى يوم ممتع في مشاهدة المباريات الإفريقية في الجوالات الحاسمة مع متابعة أيضا الدوريات الأوروبية القدرة دي كانت أبرز نتائج أو مباريات اليوم نخرج إلى فاصل ثم نوصل أرقام قياسية للأهل في مجموعة الإفريقية بعد تصدر المجموعة على حساب يانجا أفريكنز التنزاني والفوز بهدف مقابل لشيء أحرزه حسين الشحات الجميل مش هتكلم في تفاصيل فنية متعلقة مباراة الأمس يعني مباريات للسودي التحليل أكيد يتكلم في كل التفاصيل الفنية ولكن الجميل في فوز الأهل على يانجا أفريكنز تقدر تقول الأهل عمل أرقام قياسية جديدة في دور أبطال إفريقي يعني بنا نتكلم مثلا الأهل المرة الأولى من حوالي 16 سنة يعني بعد 2008 وهذه البطولة الأهل فاز فيها على فكرة بدور أبطال إفريقي عام 2008 على حساب القطن الكاميروني في جروة بعد التعادل إيجابي هناك 2-2 بعد الفوز في القاهرة في اللقاء الزهاب بهدفين مقابل لشيء لو نتذكر دور المجموعات عام 2008 الأهل لم يتلقى أي هزيمة الأهل لم يتلقى أي هزيمة وبالتالي بعد 16 سنة وفي 20-24 نادي الأهلي في المجموعة الرابعة كسب 3 لقاءات وتعادل 3 لقاءات حصد 12 نقطة لم يتلقى أي هزيمة ده رقم قياسي رقم قياسي تاني آخر خمس نسخ من دوري أبطال إفريقيا كان دايما للأهلي بيستنى لغاية السنية الأخيرة عشان يتأكد تأهله إلى الضر ربع النهائي ياما يبقى فيه رقل الجزاء مؤثرة في تأهل الأهلي ياما تعادل فريق مع فريق منافس للأهلي لكن المراضي منذ عام 2019 كان آخر مرة الأهلي تأهل في صدارة المجموعة وبالتالي بعد 5 سنوات النادي الأهلي حالياً في صدارة المجموعة بـ 12 نقطة كمان في نقطة تانية النادي الأهلي أحرز 6 أهداف خلال مشوار هذه البطولة في دور المجموعات ولم يتلقى إلا هدف وحيد لم يتلقى إلا هدف وحيد وكان أمام يانجي أفريكنز التنزاني في تنزانيا واته كان ساعة حارس المرمى محمد الشنو قدامنا على شاشة يمكن ده ترتيب مجموعة الأهلي الأهلي 12 نقطة يانجي أفريكنز 8 نقاط بلوزداد 8 نقاط بعد الفوز على ميديابة بالأمس وبالتالي فوز تجاري ليس له أي قيمة وميدياما الغاني في الترتيب المركز الأخير بأربع نقاط النادي الأهلي خلال استصدر مجموعته بـ 12 نقطة طيب النادي الأهلي كمان من المفارقات الجيدة وأنا شايفها يعني خبر أو نقدر نقول رقم إيجابي إن مصطفى شبير الحارس الاحتياطي الذي لم يكن حارسا أساسيا طوال الفترات الماضية والفترات الماضية نتحدث عن سنتين ثلاثة كان دائما حارس احتياطي أو حارس تالت بعد الشناوي على لطفي ولكن منذ أن يعني تم مشاركة مصطفى شبير في حراس المرمى بعد إصابة الشناوي لعب مع الأهلي ثلاث مباراة إفريقية منهم مباراتين خارج الزيار مع شباب بولزداد في ملعة خمسة شولية أمام أكتر من أربعين ألف متفرج ورجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكي أيضا في المباراة التالية أمام ديام الغاني في كماسي رغم الظروف رغم الأجواء أدغال إفريقيا وما أدراكم ما صوابات القرى الإفريقية ولكن مصطفى شبير نجح أيضا في الحفاظ على نظافة شباكي بالأمس المباراة الثالثة لو على التوالي في ختم مباراة دول المجموعات نجح في الحفاظ على نظافة شباكي وبالتالي رقم إيجابي جدا لمصطفى شبير عشان كده نقول حضركم أرقام قياسية عديدة للنادي الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا العام النادي الأهلي منذ أن بدأت البطولة في شهر 9 الماضي لعب مباراتين في دور الـ 32 أمام بطل إسيوبيا كسب زهابا إيابا انتقل إلى مرحلة دور المجموعات لعب 6 مباراة 6 مباراة فس في 3 لقاءات وبالتالي النادي الأهلي حتى الآن لم يتعرض لأي اخسارة الحمد لله نقدر نقول للأهلي كسب 5 مباراة وتعادل في 3 لقاءات لم يتعرض لأي اخسارة لم يمنى مرمى النادي الأهلي سوى هدف وحيد في تنزانيا في الجولة الثانية من دور أبطال إفريقيا كلها أرقام إيجابية جدا مش هدخل بقى في التفاصيل الفنية كمان فكرة التشكيل المختلف والروتيشن ومحدش شعر بتأثير هذا الروتيشن والتغيرات اللي تمت على مدار المباراة الأخيرة فبالتالي نتائج جيدة تصدر المجموعة أرقام مهمة مشاركة عديد من اللاعبين بعد فترة غياب كبيرة طيب حاجة تانية وعايزة هني حسين الشحات حسين الشحات صاحب هدف الفوز بالأمس للأهلي على يانج أفريكانز في ديئة 46 من بداية الشوت التاني حسين الشحات نقدر نقول يعني بيسطر تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي في زمن قياسي قصير قوي حسين الشحات انضم للنادي الأهلي بالزبط من حوالي خمس سنوات خمس سنوات في الخمس سنين حسين الشحات أحرز عشرين هدف على المستوى القري مع النادي الأهلي ولما تبص على ترتيب الهدفين للنادي الأهلي في المباراة الإفريقية وتبص على الأرقام تلاقي مثلا الكابتن محمود الخطيف في الصدارة بـ 38 هدف الكابتن محمد أبو تريكا في المركز الثاني بـ 32 هدف الكابتن أعماد متعف في المركز الثالث بـ 28 هدف وفي المركز الرابع بيتساوح سن الشحات حاليا مع وليد سليمان برصيد 20 هدف فنقدر نلحي سن الشحات حاليا متساوي مع وليد سليمان في المركز الرابع وبيقترب من اقتناس المركز الثالث في حال إحراز ثمان أهداف في الفترة المقبلة حسين لسه مجدد تعاقده مع النادي الأهلي عنده في الفترة اللي جاية ست مباريات في دور أبطال إفريقيا في حال الوصول للمباراة النهائية فعنده فرصة أنه يقدر يتساوى مع متى أو يتخطى مع متى وفي نفس الوقت المسلم المقبل إن شاء الله في حال استمرار حسين في نفس التعلق والتواهج نتمنى له ذلك يقدر يقرب من الرقم القياسي للكابتن محمد أبو تريكا آه المسافة ما بين متعب وتريكا من 8 إلى 12 هدف ولكن حسين فأربع خمس سنين سجل 20 هدف أرقام مميازة جدا وأنا مبسوط إن حسين الشحات بيتقلق وبيظهر بشكل كواس في الفترات الأخيرة حتى الاحتفالية مبارح اللي عملها هو وأكرم توفيق كانت احتفالية جميلة جدا بصراحة يعني احتفالية ممتعة فيها كده يعني قرنفال أو أهي قدامكم الصورة مع رش بقى هو نقدر نغني الأغنية الفلاحي البلدي الجميلة اللي كانت بتتغنى لما بتتسقف بالسقف فدي والله هم اليوم يعني تقوص معينة في الاحتفالية دي يعني بيقى نسأل حسين وأكرم في الأيام اللي جاية ونعرف منهم التفاصيل ولكن حسين هدف في مرمى ميدياما بأسست من أنتوني مودس هدف في مرمى يانجي أفريكانز بأسست من علي معلول ملك الحلول فكلها أرقام قياسية ومهمة جدا لحسين الشحات مع النادي الأهل طيب نقدر نقفل دلوقتي خلاص بقى مباراة يانجي أفريكانز اللي شهدت على فكرة روتيشن يعني مبارح لو تبصوا على تشكيل الأهلي أكرم توفيق لعب بقريت مكان محمد هاني أكرم توفيق لعب بقريت مكان محمد هاني علي معلول بدأ ظهير أيصر لأنه عمر كمال مش هيلعب لأنه غير مقايد إفريقيا عكس مباراة بلدية المحلة تبص على وسط الارتكاز بدأ بأحمد نبيل كوكا ومروان عاطية وعمر السلية بدلا من أفشا وكريم ندفد وإمام عشور فده روتيشن كمان في نص الملعب تبص على الخط الأمامي هتلاقي حسين الشحات وبير ستاو وبالتالي ما بدأش لا بريدا سليم ولا كريم فؤاد بدأ بأنتوني مودست على حساب وسام أبو علي فروتيشن ونتائج إيجابية أعتقد ده بدي مساحة الكولر الفترة اللي جاية يقدر يتعامل مع أكتر من حوالي 25 لعب يكونوا في أتم الجاهزية طيب النهاردة الفريق على فكرة استأنف التدريبات على طول يعني النهاردة نقدر نقول الفريق ما خدش أجازة لا بعد مباراة الأمس النهاردة الكولر استأنف التدريبات وأجرى تدريب صباح اليوم في ملعب مختار التتشي بالجزيرة وقضامكم وهو على الشاشة ده جانب من التدريبات الصباحية على فكرة الحاجات اللي بيزبطها الجهاز المعاون أو اللعيبة لزملائها كده في التي شيرت من فوق دي نقاط متعلقة بالجي بي اس عشان بيبقى فيه وحدة قياسات تشوف قياسات البدنية والإمكانيات الخاصة بكل لعب بعد نهاية التدريب الأرقام ده مهمة جدا للجهاز الفني لكن النهاردة اللعيبة شاركت فيه التدريبات اللعيبة اللي شاركت مبارح في المباراة كانت في تدريبات استشفائية للتخلص من الإيجاد العضلي اللعيبة اللي لمشاركتش في مباراة مبارح النهاردة شاركت فيه الجزء البدني والتأسيمة بالكرة واللي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية على طول جهاز الفني أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا وده النهاردة اتقاله في المحاضرة اللي كانت موجودة في أرضية الملعب ما بين مرسي الكولر مع كل اللاعبين وقدمكم على الشاشة كل اللعيبة اللي مشاركتش في المباراة هي بتأدي تدريبات بدنية أفشا طاهر محمود متولي محمد هاني كل اللعيبة اللي مشاركتش في مباراة الأمس كانت موجودة النهاردة في تدريبات في الجزء من التدريب على فكرة حتى لو شاركوا في جانب من المباراة انت بتتكلم يعني عشر دقايق ربع ساعة لا بيخشوا في تدريبات كبيرة النهاردة يعني حتى هو إمام عشور مبارح مثلا كان التبديل من ضمن التبديلات لما نزل مثلا فيه منتصف شوت تاني ولكن برضو دخل في التدريبات الجامعية ولكن اللعبة للعبة التسعين دقيقة وبدأت التشكيلة الأساسية ولعبة شوت بالكامل بيتم منحها راحة مبارح حتى التبديلات لما نزل إمام عشور وطاهر ووسام مكان مودست وكوكة والشحات برضو لازم إمام وطاهر ووسام يدخلوا في جانب من التدريبات نهاردة كمان لما بيتبص على أفشا وريدة سليم نزلوا مكان عمر السلية وتاو ولكن برضو خدوا جانب من التدريبات خالد عبد الفتاح هو موجود في التدريبات الجامعية التماثل للشفاء وأصبح جاهز للمشاركة مع النادي الأهل في التدريبات الجامعية موجود كمان أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهرباء عايز أطمينكم على محمد الشناوي وإحنا معنا نهاردة هو في جانب من التدريبات أعتقد فيه جزء كده لأن محمد الشناوي النهاردة كان بينفذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي عايز أقول خبر متعلق بمحمد الشناوي محمد الشناوي خلاص هو في الجزء الأخير من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الشهر المقبل في إبريل بإذن الله محمد الشناوي بنسبة كبيرة جدا هيسافر إلى ألمانيا عشان يواصل المرحلة التانية من العلاج والتأهيل إن شاء الله بإذن الله نطميننا على محمد الشناوي وخلاص في المرحلة الأولى في الفترات الأخيرة منها أو في الأيام الأخيرة منها والبرنامج الجزء التاني يعني كان فيه كذا اختيار ممكن يعمل البرنامج التأهيلي فين ولكن بنسبة كبيرة الاستقرار على أن محمد الشناوي يسافر إلى ميونيخ عشان يعمل برنامج التأهيلي في ألمانيا إن شاء الله خلال شهر إبريل المقبل هو على الشاشة قدامكم محمد الشناوي النهاردة نزل بيسلم على الجهاز الفني طبعا لسه الشناوي بيتعامل بإيده واحدة عشان إيده التامية اللي كان وقع عليها وأجرى فيها العملية الجراحية بتاخد شوية وقت ما يقدرش يحركها في إجراءة تحافظي كده طبي وقدامنا هاي اللقطات دي الحصرية لحضراتكم عشان الناس تطمن على محمد الشناوي اللي كان حريص مبارح إنه يكون موجود مع زملائه في مباراة الأمس عشان يعني يطمئن على الفريق ويكون متواجد مع الفريق إن شاء الله كمان بإذن الله يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن الشناوي كمان يكون موجود مع زملائه في نهاية كأس مصر في مباراة الزمالك في الرياض إن شاء الله بحمد الشناوي يكون موجود مع زملائه يؤذرهم يساندهم يشجعهم يكون متواجد معهم خطوة بخطوة بإذن الله في مباراة نهاية كأس مصر المباراة بطولة مطش الزمالك يا جماعة بطولة آه فيه قرنفال بيتعامل فيه احتفالية فيه حاجات إيجابية بتتعمل ولكن في الأول والآخر احنا بنتعامل مع مباراة على أنها طولة فبإذن الله ربنا يكرم الأهل أهو الشناوي في جانب من التأهيل والجاري حول الملعب زي أقول لحضراتكم وهو في جانب دلوقتي من المرحلة الأخيرة في الجزء الأول من برنامجه التأهيلي استعدادا إن شاء الله للسفر إلى ألمانيا خلال الفترة اللي جاية والتحضير بإذن الله للتحضير فيه البرنامج التأهيلي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله طيب ده جانب متعلق بالتدريبات نروح لجانب تاني متعلق بقى بدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الناس شايفة المجموعات دلوقتي مجموعات متشابكة قبل مباراة سانداونز وما زينبي الناس كلها تقول لك إيه سانداونز يكسب يا سيدي إبعد دلوقتي المواجهات الحسامية دي خلها في مرحلة فيما بعد بدأ منلعب في ثلاثة أو في أول أربعة خل المباراة في آخر إبريل كل ما بتدي مساحة وقت وكل ما بستعد بشكل أفضل على فكر سانداونز أيضا نفس الكلام اللي يتفرج على ماتش سانداونز وما زينب النهاردة اللي انتهى بفوز ما مولد سانداونز بهدف مقابل لشي يقول إن سانداونز عايز يكسب عشان يتآهل ويبعد عن مشوار الأهلي سمعوا تصرحات رولاني ميكوينا المدير الفني بيتكلم على فكرة إن الفريق الكبير الفريق البطل الأفضل إن ما توجهش مبكرا وإدي مثال إزاي الأهلي كسب بطولة العام الماضي ونفس الأمر إزاي كدفور كسبت بطولة العام الماضي الفرق الكبيرة اللي زي يدي الأفضل ما توجهش مبكرا فالنهاردة هو كان حريص إن يكسب مزينبي وبفعلا كسب ولو تبص على شكل حتى المدير الفني والجهاز المعاون لا فرحانين ومبسوطين بصدارة المجموعة عشان ما يكونش فيه حسابات وينتظر القرعة ويكون فيه مواجهة واستضام مبكر ببطل إفريقيا طيب فيه مباراة تانية هتتلاعب ستة وفيه مباراة تانية هتتلاعب تسعة إحنا دلوقتي الموقف إيه؟ مين الفرق اللي تأكد إنه مش هتلاعب مع الأهلي؟ بصوا سانداونز أول المجموعة الأولى أسك ميموزة أول المجموعة التانية دول خلاص في سكة بعيدة عن مواجهة الأهلي خلاص دول بعيدة عن مواجهة الأهلي في دوري الثماني لا سانداونز ولا أسك ميموزة الإفواري طيب مين ممكن يكون قريب؟ مازمبي تأكد خلاص في المركز التاني فممكن مازمبي من الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي سيمبا والوداد نقدروني النسب مختلفة سيمبا النهاردة يكسب 1-0 بنسبة 100% تأهل أيا كانت نتيجة الوداد مع أسك لو الوداد كسب 100-0 سيمبا تاني خلاص طيب لما سيمبا كسب 1-0 فسيمبا لو تأهل هيكون من ضمن الفرق اللي ممكن مرشحة لمواجهة الأهلي زي مازمبي طيب نخش على المجموعة الثالثة بترو أتليتكو 9 نقاط الترجي 8 نقاط الهلال السوداني 5 نقاط النجم السحلي 4 نقاط الهلال خرج خلاص بره الحسابات ولكن هيلعب مع بترو أتليتكو النهاردة الساعة 9 بتوقيت القاهرة لو بترو أتليتكو كسب صدرت المجموعة يبقى زيه سانسانداونز وأسك تعادل أو خسر هيبقى 10 نقاط أو يفضل 9 نقاط الترجي كسب هيبقى الترجي أول 11 نقاط طب لو الهلال كسب الترجي هيبقى الهلال والترجي 8 نقاط زي بعض 8 نقاط زي بعض وبترو أتليتكو سواء كسب خسر تعادل هو 9 فخلاص هو أول لكن الترجي الهلال من اللي يتأهل هننتظروا نشوف المواجهة المباشرة ما بينهم الترجي والهلال المباراة الأولى انتهت كم كام والمباراة التانية هتنتهي كم كام ونبص على المواجهات المباشرة مين ممكن يتأهل فالنهاردة الترجي والهلال هي مباراة مفصلية هتحدد الطرف اللي هتأهل بنسبة كبيرة جدا للأدوار اللي جاي طيب أنا اللي فريق معايا على فكرة مش الآله هيلعب مين هو خلاص الآله ممكن يواجه مازمبي سيمبا الوداد الترجي الهلال يعني دول الأقرب بنسبة كبيرة لكن أنا على المستوى الفني ده اللي يفريق معايا لا أزمة الأهل في زهاب الدور ربع النهاء لدورة أبطال إفريقيا مش هتكون في المنافس هتبقى في التوقيت وأنا من حوالي أسبوع قلت المعلومة دي لحضراتكم لأن توقيت مباراة الأهلي في زهاب الدور ربع النهاء لدورة أبطال إفريقيا هتكون أحد أيام تلاتين أو تسعة وعشرين مارس تسعة وعشرين أو تلاتين مارس طيب إيه المشكلة أو إيه الألأ في المواجهة دي الأجندة الدولية هتخلص ستة وعشرين مارس الأجندة الدولية هتخلص ستة وعشرين مارس فلما الأجندة الدولية مباراة مصر تخلص ستة وعشرين مارس في الإمارات والأهل نفترض ممكن يلعب تسعة وعشرين أو تلاتين يا في تنزانيا يا في الكنغو الدموقراطية يا إما يلعب في تونس أو يلعب مع الهلال السوداني مثلا في تنزانيا الهلال لو لعب مع الاهل هيلعب ممكن في تنزانيا لأن الهلال مبارياته في المجموع اللي كانت مع الترجي والنجم وبيتر أتلتكو لعب في تنزانيا في نفس ملعب سيمبا وينجي أفريكنز هل هيلعب في تنزانيا هل هيروح يلعب في ليبيا الله أعلم ده لو الهلال يتقاهل ممكن يختار ملعب بديل عشان هو ما ينفعش يلعب في السودان طيب من 26 ل29 بنتكلم في 48 ساعة من 26 ل29 لو المباراة لعبة الجمعة 29 ثلاثة فرق 48 ساعة لو تلعبت السبت 30 مارس ده هيبقى من حصد حظ الاهل ويا سلام بقى لو المباراة كمان مع الترجي في تونس بالليل في رمضان صهرة رمضانية بعد الفطر هيبقى ده إيجابي للأهل ولكن لو فريق إفريقي والمباراة لعبة الجمعة فرق 48 ساعة والمباراة العصر في عز الصيام في رمضان واللعبة مش هتكون موجودة مع كولر من إمتى من 12 مارس لغاية 26 مارس 14 يوم اللعبة مش مع مارس الكولر هل لعبت الأهل بس؟ لا ده كمان لعبة دوليين اللي هينضموا لمنتخب تونس وجنوب إفريقيا وكمان سمعت إن منتخب فلسطين ممكن يستدعو سامبو علي يعني كمان اللعب اللي ملعبش قبل كده لفلسطين ممكن في الأجندة اللي جاية في منتخب فلسطيني يستدعو سامبو علي فبالتالي كولر هيكون في موقف صعب جدا في التحضير لمباراة الدور ربع النهاية خاصة لقاء الزهاب في الفترة دي مش هيتلعب دوري فالراجل وقتها هيكون أكتر من نص الفريق مش معاه والمدة مش مدة صغيرة مدة كبيرة من 12-3 لغاية 26-3 حتى اللعبة لما ترجع لك هل هترجع لك قاهرة ولا هتسافر من الإمارات على المكان اللي هتلعب فيه هتروح على تنزانيا ولا هتروح على الكونغ الدموقراطية طبعا أنت مسافر بطائرة خاصة هم هيتسافروا ازاي طبعا هتستلم ما يجوا القاهرة وضع هيبقى صعب جدا سواء في التوقيت أو في التحضير لمباراة الدور ربع النهائي عشان كده أنا أتكلم بحضركم في فكرة المستوى الفني مش هو الأساس في قياسي على فكرة المواجهة دي هتبقى صعبة ولا سألة أنت تصدرت طبيعي لما تواجه فريق في التصنيف التاني الأفضل يكون أنت في مستوى أعلى ده الطبيعي لكن هنشوف باقي المواجهات النهاردة عشان نعرف مين الفريق الأقرب لمواجهة الآلي خلاص أسك ميموزا وسانداونز بعيدين تماما عن سكة الآلي في دور التمانية الأسبوع ده أنا بقول لكم لسه شوية على القرعة قرعة الدورة بطال إفريقيا لسه شوية عليها لغاية لما أتأكد بالمعاد لأنه بصراحة أنا شايف أنه ممكن المعاد يتأخر شوية لكن عموما لما أتأكد بين المعاد بشكل رسمي كالعادة هيكون الخبر الحصر هنا من برنامج التريند على شاشة قناة الأهل طيب ناس كتيرة بتقول لي طبعا أنت بتتكلم على من 12-23-23 تجمع منتخب أنت ناس إن فيه مباراة للأهل مع أمبي في التوقيت ده لا أنا مش ناسي التوقيت اللي إحنا قناة بنتكلم عليه إن الربطة حددت إن الأهل هيلعب مع أمبي يوم 15 مارس أوكي؟ فكين لما طلقت واتكلمت في برنامج التريند هنا وقلت لكم يا جماعة في مشكلة ما بين إدارة المسابقات في الربطة مع جهاز المنتخب ولو مباراة أمبي والأهل بحصل شفاة عديل على أول تجمع للمنتخب في منتصف مارس ومع انعقاد مؤتمر صعفي لكابتن حسام حسن هيبقى فيه أزمة وفيه مشكلة وما تستغربوش لو كابتن حسام طلع يتكلم على إن الله حصل ده عدم تنصيق وتهريج قلت لحضراتكم أنا فاكر كويس جدا قلت لكم اللي حصل للأسبوع اللي فات إن فيه مشكلة في مباراة الأهل وإمبي وإن الرابط بعدما اجتمعت مع الجهاز الفني للمنتخب بلغت كابتن عامر حسين إن مباراة الأهل وإمبي 15-3 لما تم تسكين معاد المباراة وأعلنت بشكل رسمي معلوماتنا وأنا قلت لحضراتكم هنا التفاصيل دي الإسبوع اللي فات إن جهاز المنتخب متضايق جدا من اللي حصل لأنه طلب إن المعاصقر يبدأ 12 قبل الأجندة ب6 أيام بكل اللاعبين المحليين فلما تحط مباراة الأهل وإمبي في نص المعاصقر هياخد لعبة الأهل إزاي؟ في الظل إنه ممكن ياخد من إمبي 2 لعيبة دي معلومة جديدة هوب والله حضراتكم ممكن ياخد من إمبي كمان 2 لعيبة فأنت بتتكلم ماتش الأهل وإمبي الواحد ممكن المنتخب محتاج منه مش أقل من تمال إلى 10 لعيبة فإزاي هيعمل معاصقر بدون هذا العدد نهاردة في معلومات جات لنا برضو لسه طبعا الربطة مش هتعلن ده دلوقتي هتسيب الناس مشغولة شوية بالأهل والزمالك وبعد كده تعلن إيه؟ ما بينه السطور إن ماتش الأهل وإمبي تأجل طبقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب بس في نقطة مهمة لما يتم الإعلان عن تأجيل مباراة الأهل وإمبي مش عايز أسمع بقى إيه؟ حد خفيف أو ضمه ظريف يطلع يقول الإحصائية ماتش الأهل وإمبي تأجل ماتش الأهل وإمبي تأجل عشان الجهاز الفني المنتخب طلب تأجيل المباراة لا الأهل طرف ولا إن بطرف أصحاب الإحصائيات الخزعبلية اللي يقول لك الدوري الأهلي لعب لما لقوا بقى إيه؟ لما لقوا إن الأهلي لما طلعنا إحصائية الإسبوع اللي فات ولقوا إن الأهلي أكتر فريف ومصر لعب مباراة فزعلوا قال لك يعني ما أنت كده بتباوز شغلنا ينفع الكلام ده لا 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 طلق إحصائية تانية إيه يا الإحصائية؟ يقول لك إن الفرق اللي اتلعب مع الأهلي في دوري الأبطال لعبة مباراة في الدوري أكتر من الأهلي والله دمك خفيف يقول لك إيه؟ الولاد لعب 30 مباراة سان دونزي لعب 27 مباراة إنت لعبت كم مباراة في الدوري؟ 7 مباراات والله بنتهزأ طهح؟ هو أنت عندك موعيد الدوريات دي بدأت cemetery ولا ما عندكش الموعيد؟ دور المغربي بدأ قبل الدور المصري بشهر بدأ قبل الدور المصري بشهر الدور الجنوب إفريقي بدأ قبل الدور المصري بأكتر من 40 يوم عندك الموعيد ولا ما عندكش؟ بس هي الناس عندها حساسية كل ما نرد ونسبت للناس أن الناس دي بتحاول تلصق طهم بالأهل أنه هو سبب فيما يحدث فيه جدوى للدوري لأن محدش فون بيجرؤ بيجرؤ يوجه كلامه للربطة لكن يقولك إيه الأهل منها أنه هو إيه يركب الترند يقولك أنا بأتكلم على الأهل فجمهور الأهل هي تفعل ما اللي بقوله فيخش بقى إيه يشتموني أو يردوا علي أو 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 فيبقى فرحان أو ينتقدوني فيبقى فرحان في ناس على فكرة تحب تعمل ده تعمل الحاجة الشزة أو الحاجة السلبية عشان تتهاجم فيبقى ركب الترند فيه ناس بتحب كده طبعا ده كلام فارغ ده مش إعلام ولكن النهاردة هو ماتش الأهل وإنبي هيعلن قريب جدا أنه يتم تأجيله وأنا بقول لكم خلاص يعني تم اختار الجهاز الفاني المنتخب الماتش ده مؤجل أزادكم من الشعر بيت كابتن حسان حسن وجهاز المنتخب من براك أن حضر ماتش الأهل ويانجي أفريكانز في صدق قاهرة وبلغوا الناس أن المباراة أجلت بالفعل مش الناس الجماهية لا بلغوا كابتن محمد الشناء وبلغوا كذا حد من الموجودين من الأهل المبرح في المباراة أنهم تبلغوا من الربطة أن المباراة أجلت بس فيما بعد لما المباراة تأجل وتعلم بشكل الناس منها تأجلت الناس هتطلع وتقول هو الأهل سبب التأجيل ولا هيكون عندهم القدرة والشجاع ويقولوا أن الكابتن حسام حسن هو لطلب التأجيل لما نشوف بقى شجاعة الناس والمواجهة هل هتواجه إبراهيم وحسام أن أنت كده بتبوز الدوري ولا هتقول الأهل اتأجلت له مباراة تفرق كتير على فكرة المعنى هنا يفرق كتير هتقول حسام إبراهيم أجل له المباراة ولا هتقول الأهل اتأجلت له مباراة المعنى يفرق كتير بس احنا هنا مش هنعدي أي سطر بيتقال أو أي كلمة بتتقال هنبقى حارسين جدا على توضيح المواقف دي لأن أنا أكدت كذا مرة الأهل أكتر فريق لعب في مصر مباراة محلية وقرية وإفريقية ودولية هتلحد لعب زي الأهل مش هتلاقي أصحاب الإحصائيات هل هيطلعوا رقم يقولك هو الأهل أو الزمالك لعب 17 مباراة ما بيجوش جنب الحتة دي خالص محدش طلع لإحصائية وقال لي إيه الزمالك لعب 17 مباراة أو واجه الرابط وقال لهم هو ليه الزمالك لعب 17 مباراة محدش بيعمل ده فخطوة استبقية بنقول لحضراتكم بالتأكيد على فكرة مباراة الأهل وإنبي والقرار المنتظر خلال الساعات المقبلة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأنه عندي كلام مهم جدا عن طاقم حكام نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك حكام نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك بنامج التريند من البرامج اللي كان لها تأثير إيجابي جدا على مدار أكتر من أسبوعين وإحنا بنتكلم في ملف نهائي كأس مصر ومن هو الحكم الأقرب لإدارة هذا اللقاء وتحديدا منذ يوم 20 فبراير أنا فاكر التاريخ كويس جدا لأنه وقتها لما تلقى تقولت يا جماعة بريرا بيفكر إزاي وطاولة الاجتماعات في لجنة الحكام الراجل اتجاهه إيه وتعليقات أعضاء اللجنة إيه في التوقيت ده على فكرة كان كل الناس بتقولك لا ده أمين عمر هو المرشح وأنا معلوماتي أن أمين عمر خارج الحسابات تماما ده أنت لو سألت أمين عمر أصلا يقولك لا أنا طموحي دلوقتي أدير مباريات في كاس العالم أروح أدير مباريات في كاس الأمم بنحاول قدر الإمكان نقرب لحضراتكم الصورة مش عايزين نبقى تريند ومش عايزين نقول معلومة أو مش عايزين نصير البلبلة على الفاضي لا بنحاول نتعامل أن المعلومة نقولها لحضراتكم تكون مجردة من أي وجهة نظر أو أي انتماء نقول لحضراتكم معلومة بجد الأيام الحمد لله بتثبت لحضراتكم أن احنا كل الكلمة هنا بنقولها بتبقى حقيقية وصادقة بنسبة 100% أنا من عشرين فبراير قلت لحضراتكم محمد معروف هو الحكم الأبرز لإدارة هذا اللقاء ورحت كمان اتكلمت على حكام الفار وقلت لحضراتكم التفكير في حكام الفار إزاي ورحت وقلت لحضراتكم كمان التقنيات اللي هيتم استخدامها في عربية الفار في مباراة الأهل والزمالك في الرياض وقلت لحضراتكم الناس في أسيا وفي السعودية بتطبق تقنية النصف آلي اللي سيمي أوتوميتد هل الناس في اتحاد القرى وفي اللجنة عمين حسابهم على دولة؟ لا لأنها تبقى مفاجأة مدوية بالنسبة لي أن التقنية موجودة ويتطلب أن بلاش يعني خلانا نشتغل بالفرجن اللي ممكن يطبق في الدولة المصري ونشتغل إيه بخطوط تسلل بقى والحاجات اللي انتوا بتشوفها في مصر الكلام ده مش موجود هناك فأنا اتعاملت مع مباراة القمة على احنا نقول معلومة صديقة لحضراتكم ونتكلم على التحضير لهذا اللقاء ولكن كان فيه اتجاهين الناس اللي ما كانتش قادرة توصل لأسماء الحكام كانت زعلانة أنا بتكلم معكم بصراحة كانت زعلانة وبتقول إزاي حكم مصري رغم هي هي نفس الناس اللي كانت بتقول أمين عمر هو المرشح وكانت سكتة أنا بس إيه عشان أكون معكم بصراحة وبتكلم معكم بكل صراحة لأن الغاية اللحظة دي لو تلاحظوا مفيش مسؤول رسمي طرف في هذا اللقاء طلع قال احنا عايزين حكام أجانب طلع قال عايزين حكام أجانب ولكن فيه ناس تعاملت مع فكرة الحكام الأجنبي إنه ما يدرش تجيب اسم الحكام فصيب عليها إن الانفراد ضع منها طيب لك لا أنا عايزين حكام أجنبي عايزين حكام أجنبي وفيه طرف تاني شايف وده في الاتحاد وأقول لكم إيه اللي حصل في الاتحاد في 48 ساعة اللي فات فيه طرف تاني شايف إن المباراة بتتلعب فيها كارنفال وفيها أجواء أنا مش عايز أقول احتفالية لأن احنا بالنسبة لنحنا رحين نلعب بطولة والجهاز الفاني عارف إن هي بطولة ولكن احتفالية جميلة ما بين مصر والسعودية بإقامة ديربي وأهم ديربي في مصر يتلعب في المملكة العربية السعودية فمن هنا طب ما ليه ما نجيبش حكام أجنبي عشان ندي طابع العالمية للمباراة في كافة المجالات إنتاج تلفزيوني وتصوير وإخراج وأيضاً كمان يبقى تحكيم دي وجهة نظر تانية والاتحاد ميال لوجهة النظر دي أوكي ده لغاية يوم الأربع بالليل طب إيه اللي حصل بقى في الخميس والجمعة قبل مجل حضراتكم النهار حصل حكتين بريرة كان مسافر برا مصر حوالي أسبوع ورجع يوم الخميس آخر النهار حصلت اتصالات من الأستاذ جمال علام بلجنة الحكام وكانت اللجنة ساعتها مشت من مقر الاتحاد كلام دا كان حوالي الساعة 5-6 اللجنة كانت مشت من مقر الاتحاد طب تعالوا يا جماعة عايزين نقض عايزين نشوف عايزين نجيب حكام أجانب اللجنة كانت مشت فحصل اتصال ما بين الأستاذ واليد العطار المدير التنفيذي مع بريرة حضرتك تيجي من المطار على اتحاد الكورة هنعمل اجتماع عشان نتكلم على فكرة من الحكام اللي هتدير المباراة بريرة كان مستغرب وعبدا اندهاشه ما أنا مستقر معاكم من بدل إن حاكم مصر وطاقم مصر ومحدش اعترض ومحدش قال حاجة لكن حضر اوكي راح الاتحاد وقعد مع الأستاذ وليد العطار والأستاذ جمال العلم كان مستمع لعضاء اللجنة ولكن عضاء اللجنة كان لسقن ومشوا فما رجعوش والمفروض انبارح كان يبقى في اجتماع ولكن برضو محدش راح على أساس طبعا أن يوم الجمعة يوم أجازة فمحدش بيحضر الكلام مع بريرة عايزين حاكم أجنبي بريرة قال جملة أنا تأكدت من صحتها وهي نفس الجملة اللي قالها للحكام وقالها للجنة قال لهم طول ما أنا موجود في منصب رئيس لجنة الحكام مش هيجي حاكم أجنبي وأنا متمسك بهذا القرار ولو حصل أنا هقدم استقلتي ده الكلام اللي قاله في الجلسة اللي عملها في اتحاد القورة حاولت أسأل هل الكلام ده حقيقي هل بريرة قال كده فعلا اتأكدت أنه قاله في الجلسة طب سألت هل الكلام ده قاله قبل كده للحكام وللجنة اتأكدت أنه حصل قبل كده فعلا بشكل رسمي والراجل بيرفض رفض قاطع أنه يتم التعاقد أو الاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي لهذا اللقاء طرحت عليه فكرة طب ما نعمل الأمر ميكس حكم الملعب يكون طاقم أجنبي وحكم الفار يكون طاقم تحكيم مصري يعني لغاية دلوقتي الأمر ده مش مطروح ولكن إيه الجديد النهاردة؟ إن النهاردة عدد من أعضاء لجنة الحكام موجودين حاليا داخل اتحاد القورة للاستقرار بشكل نهائي على الفكرة هلا يبع حكام أجانب ولا حكام مصريين أعضاء اللجنة لغاية اللحظة دي متمسكين إن الحكام مصريين بريرا اتحاد القورة بيكلم معاه في أمور مش هينفع تكلم فيها طبعا ولكن شايفين إن أجواء المباراة يكون حكم أجنبي بريرا هلا هيتمسك بموقفه؟ بس لو تمسك بموقفه هلا هيستقيل؟ طب الناس بصة تحت رجلها وبتتكلم على المباراة بس بتاعتهم جمعة حكم مصري ولا أجنبي؟ بس بريرا لو استقل ومشي ونفذ كلامه من رئيس اللجنة اللجاية؟ هل الناس هتقبل إن ممكن يجي رئيس لجنة مصري؟ ولا الاتحاد هيكون عنده البلان بي إن يجيب رئيس لجنة أجنبي؟ أنا واثق إن الاتحاد ما عندهش بلان بي ولا بلان إيه أساساً فهل هيجي رئيس لجنة مصري؟ طب هل لو جي رئيس لجنة مصري؟ ده لو بريرا تمسك بموقفه؟ وأنا لغاية دلوقتي ما عرفش موقفه إيه النهاردة لغاية إن برح كان رافض النهاردة ما عرفش لكن لو تمسك بموقفه واستقال هل حد فكر في الخطوة اللي جاية ولا لأ؟ أستخدوا بالكم الموسم مش ماتش أهل وزمالك بس ده لسه الدور طويل ده لسه عديم وبعد لغاية شهر تمانية ولا تسعة فالناس بسة تحت رجلها وتتكلم على ماتش الجمعة طب واللي جاي لو رجل استقال هل هيجي رئيس لجنة مصري ولا هيجي رئيس لجنة أجنبي؟ أكيد إحنا بنتكلم في رئيس لجنة أجنبي نادي الآلي بيتكلم على تطوير المنظومة والراجل عايز يجيب طاقم مصري فالأمور فيها اختلافات عديدة طيب إلا هيتم في الساعات الجاية حتى لو وافق بريرا لو وافق بريرا على طاقم تحكيم أجنبي علاقته بالحكام هتزداد سوءا أنا بقال لكم معلومات ما بابديش وجهة نظر إطلاقا في الملف ده لأن أنا هنا ما ينفعش أبدو وجهة نظر أنا لازم أخاطر حضراتكم بمعلومة فبريرا هتزداد علاقته بلجنة بالحكام العاملين سوءا لأن العلاقة في 48 ساعة اتغيرت 180 درجة مش هقول 360 فين نستطيع العلاقة هي 360 درجة مرة 360 درجة يبقى راجع لنقطة السفر يبقى اتغيرت فين لكن 180 درجة يبقى اتغيرت العلاقة يعني 180 درجة تبقى اتغيرت العلاقة 360 درجة يبقى لجهة لنقطة السفر من تاني يبقى العلاقة ما اتغيرتش بس الناس لازم في جغل حساب المثلسات ده مهم جدا فالعلاقة تبقى راجع لنقطة 180 درجة اللي كانوا ضد بريرا كانوا فرحانين ببريرا لدرجة ان عدد من الحكام الدوليين اللي هجموا بريرا كانوا هيطلعوا لو تأكد حكم مصر هيدي المباراة يشيدوا ببريرا وهيبقى فيه لأول مرة تعاون غير طبيعي ما بين الحكام اللي عاملين مع رئيس اللجنة الاجنبي شوفوا تخيلوا احنا وصلنا لزاي في المرحلة دي رغم ان كانت في انتقاطات عديدة جدا لبريرا هل بريرا هيستغل الحالة دي ويتمسك بالطاقم المصري عشان الحالة دي ما حصلتش قبل كده وما كانش يتوقع انها تحصل ده هنشوف الساعات اللي جاية ولكن لو رضخ لفكرة الحكم الاجنبي موقفه هيبقى ايه شكله هيبقى ايه مع اللجنة والحكام ان هو تراجع فيه موقفه ده جانب طب الجانب التاني مين الطاقم الاجنبي اللي جايه لغاية هذه اللحظة محدش عارف مين اللي هيجي لان لسه فيه مخاطبات سواء من اللجنة او من الاتحاد وهنا فيه فرق بقرة عشان حكم الفرق عشان وقت الحلقة ولكن وانا بقى في الملف ده هطلب طلب مباشر طاقم التحكيم الاجنبي اللي هيجي لازم يكون طاقم تحكيم بروفيشنال من الاتحاد الاوروبي قيمة الحكام المحترفة في اوروبا فيها عدد من الحكام معروفين اللي هيجي دين المباراة لو مش طاقم مصري يكون واحد منهم واحد منهم الناس بيقول حكم عالمي انا بالنسبة للحكم العالمي يكون من قيمة الحكام المحترفة في اوروبا وقيمة الحكام المحترفة مش كتير ومعروفين وقيمة مختصرة لو جي حكم خارج قيمة الحكام المحترفة لإدارة هذا اللقاء يبقى كننا ما عملناش حاجة كننا ما عملناش حاجة هكتفي بالتفاصيل دي لغاية لما نشوف بكرة المستجدات وهنشوف ايه هيحصل طيب دي كانت ابرز الكواليس والتفاصيل تعالوا نشوف اخر اخبار الترند لان على السوشيال ميديا النهاردة فيه تفاصيل كتيرة والبداية مع الترند الاهلي البداية في ترند الاهلي حساب الرسم للنادي الاهلي قالوا العمل لا يتوقف استعدادا لنهاء كأس مصر وصور الليعبين من التدريبات الجماعية وكان معنا بالتأكيد جزء من هذا المرار حساب يلا كورة مصدر يلا كورة كهرباء يقترب من مرافقة بئسة الاهلي للسعودية استعدادا لخوض نهاء الكأس امام الزمالك يختار عدد كبير جدا من اللاعبين في هذا اللقاء وبإذن الله قهرابع يكون موجود مع الفريق في هذه الرحلة لكن برضو خدوا بالكم النقطة مهمة النهاردة السبت وبقرى الحد على معادة السفر على نهاية الأسبوع يوم اللاربع انت بتتكلم في 3-4 ايام في تدريبات فمحدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل في اللاربع ايام فالموضوع ده لسه يعني مؤجل شوية كورة بلص بيقوله مصدر بالاهلي وسام ابو علي يقترب من قيادة هجوم الاهلي امام الزمالك بنهائي كأس مصر بدري جدا على هذا الكلام اليوم السابع الاهلي يتسلم 2.5 مليون دولار من الفيفا مكافئة برونزية كأس العالم للاندية بالفعل دخلت خزينة الاهلي مكافئة المركز التالت في كأس العالم للاندية وخلال ايام القادمة كمان في مكافئة مؤجلة من الدور الافريقي شركة الدور الافريقي اعتدل للنادي الاهلي برضو كمان ارقام مؤجلة من المكافئة بعد خروج الاهلي من سيمي فاينال الدوري السوبر سبورت 362 مصرات تتكلم على رقم مهم جدا لعلي معلول 37 مساهمة تهديفية لعلي معلول مع الاهلي في البطولات الافريقية ظهير بدرجة هداف وصاني ألعاب 11 هدف 26 أسست علي معلول بيعمل ارقام قياسية مش اقول كبيرة خطيرة ومميزة جدا حساب الاتحاد الافريقي في بطولة دور الافريقي وكأس الكونفدرالية 3 اهداف اداء رائع من حسين الشحات اللاعب الالي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم احرص 3 اهداف في دور المجموعات اخر هدفهم كان في مباراتي ميدياما وايضا كمان مبارات يانج افريكانز كورابلس النهاردة خد خبر نزل في موقع فرنسي بيقولوا فيه بقيمة تصل الى 3 مليون اورو نانت الفرنسي يريد التعاقد مع محمد عبد المنان وبيقولوا ان الكلام ده ممكن في الصيف اللي جاي والقيمة ممكن تزيد عن 3 مليون خاصة ان عقد الاهلي عقده مع الاهلي ينتهي في صيف 25 او القيمة مش هتزيد او قد تصل ل3 مليون خاصة ان عقد عبد المنان مع الاهلي ينتهي في صيف العام المقبل طيب نشوف كمان في الجول اللي اهتم بهذا الخبر اللي نزل في احد المواقع الفرنسية مصدر من الاهلي في الجول ردا على هذا الخبر لم يصلنا أي عروض خارجية لضم محمد عبد المنعم سواء من فرنسا أو من أسبانيا طيب نروح للترند المحلي وحساف الجول بيقولوا أن البرازيلي مانويل بيرينوفو يصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري لتولي مهمة مدرب الأحمال في الجهاز الفن الجديد لمنتخب مصر هيكون فيه مدرب أحمال برازيلي هيجي بس في فترة المعسكرات مع المنتخب عشان يشتغل مع جهاز المنتخب في هذه الفترة وهو مدرب برازيلي نتمنى يكون إضافة قوية للجهاز الفني ملعب القاهرة 24 محمد صلاح يقترب من اللحاق بمعسكر منتخب مصر مع حسام حسن هنشوف اللي يحصل للفترة اللي جاية المفروض الكابتن إبريم حسن بيعمل اتصالات في الفترة الحالية مع المحترفين عشان يستقر على القايمة النهائية اللي هيطلبها الكابتن حسام حسن اتصالات مع صلاح اتصالات مع مرموش هل في تنصيق هل لسه تنصيق ما تمش ده هنشوفه في الحلقات اللي جاية طيب ملعب القاهرة 24 بيقوله ان حسام حسن يستقر على هجوم منتخب مصر في مارس المقبل او في مارس الجاري الدورة الودية في الامارات يعني بنسبة كبيرة ممكن يكون فيها محمد شريف وكمان اسامة فيصل وحسام أشرف وفي استبعاد لأحمد حسن كوكا طيب نروح للمشاركات والسؤال طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في أداء الأهل أمام يانجي أفريكانز وتأهلك متصدر أستاذ محمد خليفة بيقول النادي الأهل حق المطلوب منه وهو الصعود إلى الثمانية الكبار في هذه البطولة الذي يحمل لقبها ويعمل في التتويق بلقبها هذا العام للمرة الاثناشر التدوير بين اللاعبة هيفيد الفريق على المدى البعيد أثناء ضغط المباريات نروح لعمر بيقول أداء كله ثقة ومرونة وسرعة وجمل تيكتيكية وحارس مرمى عملاق ومدير فن متمكن في حضور جمهور الأهل العظيم وتجهيز لمباراة نهائي كأس مصر آخر تعليق معايا ناصر بيقول أداء متوسط في الشوت الأول تحسن كتير في الشوت الثاني أداء رائع من بعض اللاعبين وبالخصوص معلول وإن شاء الله الاثناشر يا أهلي بقرة بإذن الله هتكون اتحددت ملامح الفرق اللي تأهلت ونعرف مين الفرق اللي في المركز التاني وبقرة إن شاء الله ممكن نطرح سؤال من الفريق اللي ممكن يواجهوا الأهلي في دور التمانية بعد إجراء قرع الدور المجموعات عشان يبقى نقاش مهم جدا في حلقة بقرة قبل مباراة دوره ربع النهاية نهاية هذا الشهر في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بإذن الله شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة